الحقيقة هذا الاسبوع شاهد حدثين مهمين جدا في قطاع الطاقة الجزء الاول هو اطلاق اول سوق طوعي للكربون من خلال هيئة رقابة المالية وده شيء مهم جدا في تحفيز الطاقة الخضراء واعلننا بصورة رسمية عن الاستراتيجية الوطنية للهايدروجين منخفض الكربون ايضا ووضعت بصورة رسمية والدولة اطلقتها ودول احنا متحركين بصورة كبيرة جدا في هذا المجال النهاردة كنا يعني مجلس الوزراء اعتمد مشروعين كبار جدا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لمستثمرين اجانب باستثمر اجنبي مباشر من الخارج عشان نستهدف الدولة المصرية ان السنة الجاية زي ما قلت لحضراتكم اكتر من اربعة جيجة ان شاء الله سيكونوا دخلوا للشبكة المصرية من الطاقات الجديدة والمتجددة ولكن بنتكلم على 28 جيجة على مدار الخمس الى سبع سنوات القادمين حيدخلوا علشان نحل بيهم جزء كبير جدا من مشكلة الطاقة اللي موجودة لان رؤيتنا عندنا مستهدفات واضحة 20-30 يبقى هناك نسبة ليست بالقليلة لموضوع الطاقة الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة بنترجمها النهاردة خلاص لخطوات تنفيذية مشروعات اللي بتتقدم بخطة تنفيذ بتتابع كل ستة شهور النهاردة كل يعني اسبوع مجأة سيد وزير الكهرباء